يا مساء الخير على كل مشاهدي ومسابيعي القناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند النهاردة حلقة مهمة جدا عندنا فيها تفاصيل ومواضيع هامة هنعلق عليها بشكل مفصل وضروري جدا التعليق عليها في الحقيقة وتوضيح كل الأمور بالنسبة لجماهير النادي الأهلي أول بأول كده في البداية يعني بدري بدري لازم ناخد بالنا من حاجات معينة هنتطرق لها النهاردة وحنأكد عليها ونواصل جدا جدا في كم الزكاء والوعي اللي موجود عند جماهير النادي الأهلي بشكل كامل فدي من الحاجات المهمة اللي هنتطرق لها عندنا كمان أخبار تتعلق بالجانب المحلي الجانب العالمي وقبل كل ده كوليس كتير تتعلق بالفريق الأول لقورة القدم بالنادي الأهلي اللي يتأهل رسميا لنهائي كأس مصر الموسم الماضي وعندنا مباراة غاية في الأهمية والصعوبة أمام نادي الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها فالحلقة النهاردة دسمة جدا جدا وعندنا فيها كلام كتير قوي تابعوها لحظة لكن أكيد بننتظر كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقة والسؤال بيتعلق بمباراة الأمس ورأي حضراتكم في أداء الأهلي في مباراة بيترو جيت تقدروا تتواصل معنا كالعادة من خلال الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحناخد تفعالكم في الجزء الأخير كالعادة البداية بتكون بأهم وأبرز العنوين تعال نشوف في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للجونة بدون راحة وكمان الكاف يعلم عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مبارتين وفي تريند العالمية ريزي جي ينتقل لترابزون التركي طيب ماتشات النهاردة إيه؟ النهاردة فيه ماتشين فيه بطولة كاس الربطة أو النسخة لها فدول ماتشات نص النهائي اللي سمعيلي حيقابل المحلة الساعة 6 وفيوتشر حيقابل أمبي الساعة 9 ونص وفيه دوافعة كبيرة جدا عند الرباعية بما أنها بطولة في كل الأحوال فكل فريق عايز ديكتب التاريخ ويطلع من الموسم بطولة فدي أمور حتخلي المباريات غاية في القوة والمدية ما بين الإسماعيلي وغاز المحلة وفيوتشر ومبي هنتفرج ونستمتع بكل تأكيد دي أهم وأبرز المباريات النهاردة بالتحديد لكن عندي مواضيع مهمة جدا زي ما قلت لكم وكلام أهم هنتكلم عنه وحنتطرق لي ومحتاج مننا تركيز كبير أول فبالتالي استنونا بعد أهلا بحضراتكم مرة تانية الأهلي فاز مبرح على بيتروجيت في مباراة كانت مهمة جدا وخصوصا في بطولة كاس مصر مهم أن تكسب طبعا وتتأهل المباراة النهائية عشان تحافظ على حظوظك بالفوز بهذه البطولة فإن شاء الله عندنا مبرامة عز مالكي عم 21 سبعة الشهر الجاري وبإذن الله الأهلي يكون موفق بالفوز بطولة كاس مصر اللي هو حامل لقابها وهي بطولة الموسم الماضي فيه جوانب كتير جدا عايزين نتكلم عنها بخصوص أولى مباريات سوارش المدير الفني الجديد البرتغالي للنادي الأهلي وبعض الجمهور اللي نعلق عليها أول حاجة هدف جيد من أفشة تصرف فيه بشكل كويس علي معلول التعامل في الكورة وعمل أسستين مبارح مش أسست واحد فدي برضو من المكاسب وأنا هتكلم برضو عن المكاسب لوحدها لكن الشوط الأول برضو الأداء كان فيه علامة استفاهم وإحنا مش مستنين حاجة بصراحة خلال الفترة الحالية خصوصا بجهاز فني جديد ومدرب جديد عمرك عمرك ما هتشوف أي تطور ملحوظ في الفترة الحالية أو الفترة حتى القادمة في ظل توالي المباريات والضغط اللي بيتعرض لي فرقة النادل للأهل وأنا المبرر الوحيد بالنسبة لي دلوقتي واللي مش بعتبره مبرر أو عامل أساسي في تراجع مستوى الفريق هي حتة الإجهات وأنا برضو مش بعتبر أن ده حاجة أساسية ليه؟ لأن فيه فرص يعني لو فيه كلمة أسهل من كلمة سهلة نقولها فيه فرص يعني تدخل جون حدي جد يعني براح نفسه محمد شريف ما كانش موفق بس كورة سهلة قوي قوي جون يا شريف فالحاجات اللي زي دي ما لديش علاقة بالإيجاد من وجهة نظري فيها عدم توفيق وفي نفس الوقت محتاجة تركيز كبير قوي من بعض اللاعبين لازم تبقى مركز خصوصا في فترة حاسمة وحساسة زي دي فدي من ضمن الحاجات المهمة الشرط الأول كنا وحشين ما كناش حلوين قوي الواحد هو بفرق كانت حاس أنه عايز ينام يعني في الحقيقة لكن في نفس الوقت اللي لفت نظري التغير النسبي اللي حصل فأداء النادي الأهلي في الشوط التاني ده معنى إيه؟ معنى أن فيه حاجة تقلب بين الشوطين من المدرب يعني الراجل أكيد تتكلم بشكل أو بآخر ودى تعليمات بشكل أو بآخر نتج عنها تحسن نسبي في الأداء بالنسبة لنادي الأهلي في الشوط التاني وده كان ملحوظ جدا جدا وشفنا الأهلي أحسن شوية في الشوط التاني وأكبر دليل على الكلام ده أن الراجل في المؤتمر الصحفي تتكلم على أنه هو ده تعليمات في الجانب الدفاعي تنفذت بشكل كويس وفي بعض اللعبين قدروا أن هم ينفذوا تعليماته فده حاجة إيجابية ومن المؤشرات الإيجابية اللي تخلينا نتفاقل بالمرحلة اللي جاية مع سوارش اللي الله يكون فعونه في الحقيقة في ظل الظروف الصعبة وتوالي المباراة والإجهاد وبصراحة بصراحة عشان الجماعة نبقى ممطقيين يعني وده مش عذر بس دي حقيقة ده أمر واقع اللعيبة طلع عينيها يعني أنت بتلعب كل تات يام مطش ومطشات كلها صعبة قوي ومطشات كلها حاسمة ومهمة في مشوارك سواء في الدوري أو في طولتينكس مصر ما فيش أجازات أقول لكم أن الفرقة هتتمرن أول يوم العيد يعني فدي حاجات برضو صعبة على أي حد في المقابل تلاقي فرقة تانية بتريح عندها مساحة من الراحة إحنا ليه في الموقف ده عشان إحنا فريق بطل عشان إحنا بنلعب نهاية دورة أبطال أفريقيا كل سنة عشان بنشارك في كاس العام الأندية حاجات كتير جدا كانت جدها التاراق ومية إن الأداء يتراجع بسبب الإجهاد المنطقي جدا لكن عندي أمل كبير جدا في إجازة المعاون الجديد لسوارش إنه هو يقدر يتعامل مع جزية الإجهاد وده تحدي ليهم في الفترة اللي جاية إزاي هيقدروا يتغلوا عليه حننتظر ونشوف وإن شاء الله يكونوا موافقين لكن برضو حتى في ظل الانتقادات الممكن تكون موجودة على الفرقة الانتقادات الحقيقية البناء اللي ما فيش أي مشكلة فيها لكن فيه مكاسب في نفس الوقت من مباراة الأمس أول حاجة الشناوي وتصديل ركلة جزاء ده كان أمر مهم جدا يرجع السقة المفقودة نسبيا من الشناوي لأن أنا عارف شخصية الشناوي أول يعني من السهل أن يفقد سقطه في نفسه لكن اهتزاز في مستوى الشناوي إن هو يتصدل ضربة الجزاء وفي وقت ريخم شوية يعني نهاية الشوط الأول تتكلم مطش يتعقرب والدنيا تتصعب لو كانت جات فدي حاجة إيجابية زي ما حراركم شايفينها كده على الشاشة تتصرف فيها وتعاملوا مع ضربة الجزاء ممتاز ومش أول مرة يعني شناوي صوت ضربة الجزاء الرجل المتخصص في الموضوع ده فدي حاجة إيجابية ترجع له السقة خلال الفترة اللي جاية ضربة الجزاء طبعا هتكلم عليه لأنه مهم جدا نحن نتكلم عنه بس خلينا نكمل المكاسب علي معلول كان فيه برضو ترجع نسبي في أداءه لكن إنبارح هو عملك الجنين فدي برضو تدي ثقة حلوة ومميزة لعلي معلول خلال الفترة اللي جاية الحاسمة اللي كلها مطشط هنتكلم عنها دلوقتي عبد المنعم وعودته وهدف كان جميل بصراح شكله حلو جدا وشوفناه تكرار لهدف الرجاء في طول الدوري أطال أفريقيا علي معلول رافع الأوفر بيروح على القريبة عبد المنعم بيحطها وعنده مهارة كويسة جدا في ضربات الرأس وبرضو جاب جمع منطقة مصر في كأس الأمم الأفريقية برضو بنفس الشكل فدي حاجة إيجابية عودة عبد المنعم مهمة جدا اهو ده الجن شكله حلو بصراحة شكله حلو فدي تدي ثقة لعلي معلول وتدي ثقة لعبد المنعم اللي بيثبت أقدامه طبعا لأنه لعيب مميز جدا طيب تعالي عند أفشة بيواصل أداءه المميز في آخر تدات أربعة مطشاط ماشي بشكل كويس جدا الشوت الأول ابتداء حلو ختمه بشكل يعني مش بنفس المستوى اللي ابتداء به الشوت لكن في الشوت التاني كان مؤثر قوي وكان بيساهم في صناعة اللعب بالشكل ممتاز وده دوره في الحقيقة أفشة لما تحس أنه بقى في مكانه كده تلاقي ايه تلاقي المستوى اللي انت منتظره دايما من أفشة فنتمنى الاستمرارية لأن ده الأهم وخصوصا برضو في المرحلة دي اللي أنا بأكد عليها دايما لأنها كلها مرحلة فيها مباريات غاية غاية في الصعوبة ومباريات حاسمة لدرجة كبيرة السولية هو آخر واحد عايز أتكلم عنه بخصوص مباراة الأمس لأن برضو السولية من اللعيبة اللي كان فيه كلام عليها بفترة اللي فاتت لكن لما ريح مطش صموحة وخد نفس شوية ابتدى السولية يبتدي يرجع مستوى المعهود مبارح كان أنا كنت شاف أن السولية كويس جدا مبارح وقد ده أداء كويس فده إن ده اللي يدل على إيه يدل على أن الإجهاد عامل من العوامل الأساسية بدليل أنه هو لما ريح مطش صموحة شفناه بأداء قريب جدا من أداء المعهود في مباراة الأمس فدي حاجة إجابية لكن بفوجة نظري أكبر المستفيدين من مباراة الأمس هو سوارش المدير الفني الجديد الراجل عمل تدريبتين بس ولعب مطش حلو وبالتالي أكيد استفاد من مطش مبارح بخلاف مطش مبارح هو شاف عدد من المباريات لكن لما تشوفها على الطبيعة وأنت في الملعب على تراكف على الدكة أكيد هتكون أراء ووجهات نظر مهمة بالنسبة لك والرؤية بالنسبة لك تتضح بشكل أكبر بخصوص الفرقة والنواقص اللي أنت محتاجها سواء كجانب بدني جانب فني أو حتى كتدعمات فدي كلها أمور حيشتغل عليها النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي لكن عمرنا ما حنقدر نقيم سوارش لا مبارح ولا بعد مبارح ولا بعد أسبوعين ثلاثة ولا بعد أي حاجة لسه شوية محتاج فترة وخصوصا إنه مفيش أي فترة إعداد الرجل ماسك وراء وقلم وعمل يتدون أنتوا شايفين حضراتكم بيبصوا كل شوية على الورقة لسه بيحاول يعرف اللعيبة يحفظ أسماءهم ياخد باله ده إيه مركزه ده بيجيت فين ده يقدر استخدمه فين حاجات كلها كتير جدا الشغل عليها سوارش مبارح لكن الجانب برضو الإيجابي إن الراجل عنده التعامل النفسي مميز قوي قوي حتى الجن الأول لما جيه راح يسلم على الدكة كلها جماعة أو عنده نوع من أنواع الحماس وده بيبقى مطلوب بس الحماس لوحده لا يكفي لازم يكون عنده قدرات فنية بالمناسبة فالراجل واضح عنده قدرات فنية مش قصدي على مباراة مبارح لكن دليل إنه عنده قدرات فنية لا يتعقد معاه لكن جانب الحماسي ده برضو ده جانب مهم اللقطة الأهم كمان لما محمد شريف ضيع الفرصة السهلة وكان خارج النازل مكان حسام حسن فلما الفرصة ضاعت أصر إنه يدي شريف أربع خمس دقائق عشان ما يفقدش الثقة في نفسه بشكل أكبر فده كانت لفتة مهمة قوي قوي من الراجل وقد ديه بيقدر إنه هو يشتغل على الجانب النفسي وهو مدربين البرتغالين بصراحة معظمهم بيجدوا التعامل النفسي بشكل مميز فده من ضمن المكاسب المهمة جدا الراجل نتمنى له وعرب كل التوفيق لكن محتاج كامل المستندة والدعم من الجميع وكل من ينتمي للنادي الأهلي طيب بمناسبة مباراة 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 حتحسبت ضرب الجزاء على النادي الأهلي صح؟ حلم يريت نعرف ضرب الجزاء اللي تحسبت على الأهلي أنا من وجهة نظري من وجهة نظري أنا بشوفها يا ضرب الجزاء صحيحة ضرب الجزاء صحيحة لصالح بيترو جيت أهي بص رجل هاني في رجل الرقل أنا لغاية النهاردة الصبح كنت شاف إنها مش ضرب الجزاء النهاردة لما جيت قعدت راجع عليها كده وكان منتهى الوضوح قبل الحلقة لقيت إنها ضرب الجزاء ماشي بس السؤال هنا السؤال هنا هي إيه المعايير يا جماعة اللي بيتم على أساسها اتخاذ القرارات التحكمية سواء باحتساب ضرب الجزاء أو حتى بتدخل الفار واضح إن مش كل حكامنا ملمين بالمعايير دي أو مش عارفين إمتى نرجع للفار وإمتى نحسب ضرب الجزاء وإمتى ما نحسبهاش مباراة ضرب الجزاء حلو بسيطة جدا فعلا ضرب الجزاء مفيش أي مشكلة وخلي بالك في نقطة تانية إيه إن لعبوا بيتروجيت طلبوا برقلتين جزاء تانيين ما لهمش أي علاقة بضربات الجزاء ومع ذلك الحكم استنى الفار لما قاله صح ولا لأ طب يريد يا جماعة تعرضوا لي ضرب الجزاء سموحا اللي ما تحسبتش للأهلي بتاعت محمد شريف ضرب الجزاء بتاعت محمد شريف بتاعت أحمد رمضان بيكم اللي تدخل مع محمد شريف وفيها تشابه كبير جدا بتاعت ما بين دي وما بين ضربة الجزاء بتاعت بتروجيت الصحيحة مبارح أنا بقولك يا غلط لا مش غلط بس حضرتك وحد للمعايير يعني طالما حسبت بتاعت مبارح يبقى أكيد هو هو نفس المعايير اللي يقولك لازم دي تتحسب لو فيه زاوية جماعة قريبة وتدخل بك على رجل شريف ماشي مفيش أوكي بس في نفس الوقت دي مش محتاج مش إحنا اللي حنعرض تزاوية القريبة الفار حتى محمود البنة مرجعش للفار اللي كان مين على الفار بقى ها الكابتن مين عمر الشناوي ابن الكابتن أحمد الشناوي المحلل التحكيمي ليه ما ما حاولش يراجع كور ليه ما نداش محمود البنة ليه ليه ما فيش استدعاء من الفار أو تواصل أو حتى انتظار لقرار الفار ما فيش أي حاجة حصلت من الكلام من دي انبارح في لعبيتين لبترو جيت ما فهمش أي علاقة يا راجل بدربات الجزاء أصلا رجعوا للفار طب يا جماعة لازم نوحد المعايير المعايير لازم يكون واحد دول حكام ما تش سموح اللي كانوا مين بالمناسبة كابتن محمود البنة كابتن محمود أبو الرجال يوسف البساطي عمر رمضان لكن بتاع الفار كان عمر الشناوي ومحمد محمود لطفي عمر الشناوي ما فيه عدد كبير من اللقطات على فكرة أنا بشوف ان كابتن محمود بنة عمل مطش كويس بالمناسبة لكن فيه حاجات بديهية كرة بتاعت محمد شريف دي لازم نرجع فيها للفار نشوف الدنيا تكون أي وارد يكون فيها تدخل وارد تكون ضربة جزاء كلام من لكن ما حصلش حتى العودة للفار فهنا السؤال المعايير ايه يا جماعة حد دولنا أنا بصراحة مش عارف كابتن عصام فتاح موقفه ايه الناس تقول مشي وناس تقول لسه ممشيش وحيبقى موجود ومش هيبقى موجود أنا بس مستغرب من تمسك اتحاد الكور أنا ده اللي مستغربه جدا بأمر يتقيموا تمسكين يا جماعة مش عارف مش عارف لكن في كل الأحوال ما نشوف كلاتنبرج بصماته ممكن تظهر إمتى رغم أن أنا برضو من الناس اللي كنت شاهد ضروري أوي كنحة رئيس لنجلة حكام أو واحد أجنبي هو اللي يشرف على تطوير الحكام ما كانش ضروري فيه كوادر كويس مش كل الناس كابتن عسام عبد الفتاح في إمكانياته الفنية مع كامل احترام لشخصه مش كل حكام ده المصريين كابتن عسام الفتاح لكن بما أن القرارات ده تاخد فنتمنى كل التوفيق فخلينا نترقب ونشوف نتمنى تطوير في التحكيم المصري ويكون في معايير موحدة لاتخاذ بعض القرارات طيب أنا لسه بقى عندي كلام كتير قوي بيتعلق بالسوارش وعاقب مباراة الأمس بعد الكلام اللي حصل وكده هتكلم فيها بس أروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتكلم لأن الكلام ضروري يلا بنا طيب الأهلي مقبل على مطحنة مطحنة مطشاط كلها مهمة ومصيرية بالنسبة للفرقة أول حاجة مطش الجونة في الدوري بعد بكرة يوم خمسة سبعة مطش مهمة قوي قوي هناك في الجونة ملعب الجونة صعب مستهل بالنسبة لفرقة التمره النهاردة وتسافر على طول على هناك تمام بعد كده عندك مطش فيوتشر في الدوري مطش غاية في الصعوبة جدا 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 في البراميدز في الزمالك انت واخدين بالكم كم من المطشاط المصيرية بالنسبة للنادي الأهلي في المرحلة المجبلة وبعد الزمالك عندك الجونة في الدوري تاني بعد كده أم مقصة في المقولين كلها مطشاط صعبة ومهمة وبتحدد مصيرك بشكل كبير جدا جدا أو تخلي الرؤية تتضح بخصوص المنافسة على بطولة الدوري ومباراة ببطولة بتاع سمطش الزمالك في نهاية كاس مصر يوم واحد وعشرين فالفترة الجاية دي محتاجة شغل كبير جدا من الجهاز الفني واللعبين شغل داخل الملعب في إطار منافسة حتكون شريفة مع كل الفرق دي اللي انت حتقابلها ده الشغل اللي حيكون جوه الملعب حلو حلو لكن تعال لي بقى برا الملعب لأن برا الملعب في حرب برا الملعب في حرب والحرب بدأت بدري بدري سيباك بقى من مطش مبرح بس وأول مطش لسوارش لا ده من ساعة المؤتمر الصحف ده من ساعة أصلا ما تم الاعلان عن تعقد الأهلي مع سوارش ده يا راجل من قبل ما الأهلي أصلا يعلن تعقده الرسمي مع الراجل ده من ساعة ما صحف البرتغال قالت إنه هو ده المدرب الجديد بتاع الأهلي والحرب اشتغلت على المدرب تشويه صورته بصور يعني ملعوب فيها بحاجات كتير جدا جدا بكلام بينتشر غير صحيح بالمرة ما تقلش ها شغل وحرب واستهداف للأهل واستهداف لاستقراره الفني يعني لسا الأهلي بيحاول يستقرر فنية مع مدرب جديد لا بدري بدري اضرب بدري بدري صدر مشاكل اعمل أزمات حصل لما حصلش حصل المؤتمر صحفي قالك إيه ده الراجل بيبص البدج إيه يا عم الأوفر ده إيه اللي أنت بتعمله ده يا عم أنت مالك انت قل مدايقك تمام تاني حاجة انبارحل انماتش خلص فالراجل عجب ولعب في فريق بيترو جيت اسمه ايه اسمه مصطفى معوض لعب رقم ست فقابله في الممر بتاع غورة في اللعبين فقال له انت لعب كويس وبرافو عليك وشد حيلك كلام حلو يعني كلام إيجابي ليه وليه سوارش قالك كده ده راجل شخصيته ضعيفة لازم حد يا جماعة يفهمه زي فاكرين كده لما كان بيتقال على المسلماني لازم حد يفهمه لازم حد يقوله يصور لك أن القصة صعبة وأن في مشكلة فقال لك شخصيته ضعيفة لازم حد يفهمه ما ينفعش يعمل كده لا دعيب أوي ده ممكن فيه أندية تانية كن عايزة تتعاقد معافة أنت كده غلت المقابل المالي يا عم أنا مالي هل ده بيحصل لا ما بيحصلش عمتا بيحصل كل المدربين في العالم بيعملوا كده ما فهاش أي مشكلة خالص لا غلطة ولازم يبقى فيه وقفة والمدرب ده أنا مستقرب إزاي عمل كده حاول تخلق جدل حوالين المدرب بدر بدر يلا اشتغل شغل خارج الملعب أول ده شغل خارج الملعب اللي أنا أكدت لحضراتكم من برح أنه حيبقى فيه تصدي كامل للشغل ده من جمهور الأهلي قبل أي حد وقناة النادي هتبقى حقص صد قوي لمثل هذه الأمور طب هل ده ما حصلش تعال كده نستعرض بعض الإشادات من مختلف المدربين حول العالم نبتدي بمين ها هتبتدولنا بمين يا جماعة جوارديول لما أشد بي نجمنا المصري محمد صلاح يهو زي ما حراتكم عارفين ده قال لك إيه بقى بيقول لك إيه لم أرى شيئا كهذا اللي هو يعني مش مجرد إشاءة إشاء ده لا ده منباهر بمحمد صلاح هل حد طلع قال له إيه اللي انت بتعمله ده انت راجل شخصتك ضعيفة لا أنا بالنسبة لي دي مشكلة أنا بالنسبة لي دي أزمة وإزاي ومش إزاي وكلام من ده لا محدش تلعق كلمة خشيلي علي بعده خشيلي علي بعده جوارديولا تاني بيشيد بمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لعب في الدورة الإنجليزي لعيب في فريق منافس بيشيد بمحمد صلاح أو هو صلاح في فريق منافس لجوارديولا وجوارديولا بيشيد بيه ومش أي منافس وبيقول عليه لعيب جامد جدا ويستحك إن هو أحسن لعيب حد يتلع يتكلم لا طب خل بقى اللي يزيد على كده أنشلوتي لما قال على صلاح إن هو الأفضل في العالم في مركزه وبيتطفك مع كلام صلاح لما قال أنا أفضل واحد في مركزي والراجل سكته في نفسه علي قوي أنشلوتي تلعق قال هو بصراحة عنده حق هو أحسن لعيب في مركزه يا دي إشادة مش إشادة طب زيد بقى عندي كمان إيه بعد ماتش نابولي لما ليبربول كسبت نابلي ومحمد صلاح جاب جون في الماتش ده أنا أفكر كويس جدا في الشامبينوز ليج ومكان ساعتها إنشلوتي مدير الفن النابولي الإيطالي ده راح لصلاح قال له أنا عايزي تيشيرت بتاعك أهو صلاح اداله تيشيرت بتاعه هل دي معناها إيه؟ إن هو بيشيد بصلاح ده مش بس بيشيد ده معجب ومنبهر وبالنسبة له صلاح ده أسطورة وكل حاجة هل حد تلعي تكلم وقال له عيب اللي أنت بتعمله ده؟ أو إيه راجل اللي أنت بتعمله ده؟ ماينفعش ومايصحش وكلام من ده؟ لا عندنا هنا في مصر بس بعض الأراء وبعض التوجهات والنوايا اللي بتظهر بدري بدري وإيه؟ هنتصدى ليه؟ طب خد بقى سيبك من بره عم أقول بره دول ثقافتهم يعني الناس ثقافتها على الدهب ونص هي وهم كده دماغهم مبتاع ما تجيب ليش عم أمير أمثلة من بره؟ طبعا جيب لك أمثلة من مصر خشي لي على البعض مين ده؟ مين ده؟ انت شايف مين ده؟ ده فريرة صح ولا غلط؟ مدرب مين؟ مدرب الزمالك مدرب كبير جدا شخصية قوية جدا وحاجة ممتازة محدش يقدر يتكلم لك هو بيشيد بمين هنا؟ بإيبوكا وأداءه قدام الزمالك في المطش اللي كسب فيه نادي الزمالك اتنين واحد على ما تذكر حد تلع قالك يا فريرة إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هو إيبوكا ده لعيب في الزمالك ولا في إيبوكا؟ في إيبوكا صح؟ فأشيات بإيبوكا حد تلع قاله إيه عم فريرة اللي أنت بتعمله ده؟ ماينفعش أنت كده شخصيتك ضعيفة الحاجات دي لازم تتكلم فيها في الغرف المغلقة لازم يبقى الكلام مع المسؤولين ما حد قال أنه لازم في النادي الزمالك أو مسؤولي النادي الزمالك يتواصلوا مع الرجل ما تعملش كده تاني؟ لا طبعا ما حصلش فخلوا بالكم جوه الملعب فيه منافسة شريفة جدا ما بين كل الأندية أهلي والزمالك وكل الناس لكن خارج الملعب فيه حرب وإحنا جاهزين لها طالما هو ده الأسلوب وطالما هي دي النواية وطالما أن فيه استهداف للأهلي بالشكل ده ففقاش أي حاجة خالص من الرجل يشيد باللعب بتاع أين كان بقى إيه اللي هيحصل بعد كده فحاجة غريبة بالنسبة لي تعال بقى خشيلي بقى على استهداف آخر للأهلي وأنا زي ما وعدت حضراتكم أمبارح أنا بقى في بوعدي أمبارح بعد المطش موقع من الموقع اللي أنا يعني باحترم المسؤول عنها جدا وهو صديق وبعتز بصداقته لكن الصداقة حاجة وعدم المنطقية حاجة تانية خالص وحكلم وحقول يريد تعرضو لي يا جماعة موقع الكابتن ناشي هتقول لي موقع ممكن ما يكونش مشهور قوي عم أميرو أنت كده بتشهره لا حضرتك على السوشال ميديا ما فيش حاجة اسمها مش مشهور دلوقتي الكلام بينتشر ووجهات النظر في ناس تتأثر بيها فلما يكون حضرتك ده عنوان لموقع من المفترض من المفترض أنه هو لما يجي ينتقد وإحنا مش ضدنا الانتقاد بس لما تيجي حضرتك تنتقد انتقد بشكل بناء لك ما تجيش تقولي حسين الشاحات نقطتين كرة الشوارع توليك بيك يا راجل انت يا راجل انت عيب ينفع كده هو ده النقد بتاعك هو ده النقد البناء هو ده النقد اللي ممكن يساعد حسين الشاحات لو من وجهة نظرك أو من وجهة نظر البعض مستوى قليل فبتحاول ترجعه لمستوى لا أنا مش بشوف أنه ده نقد أنا بشوف أنه دي قراهية لللاعظ خلي بالك ممكن يكون عدد كبير من جمهور الأهلي أو قليل أو أين كان عدده ايه شايف انه حسين الشاحات مش في مستوى وممكن عدد آخر شايف انه حسين الشاحات في مستوى أو ممكن يكون عنده حسن من كده مش مختلف معاك ما عنديش أي مشكلة ما عنديش أي مشكلة عادي جدا انتقد لكن ده اسمه تجريح واسمه كراهية واسمه تقليل من اللاعب ده سيبك بقى من كده سيبك من العنوان قالك ايه بقى بص في كلام تشعر بأنه لا يتعلم أبدا حسين الشاحات ما بتعلمش أبدا نفس الموقف يتكرر للمرة الألف يتصرف بنفس الطريقة والنتيجة واحدة اهدار فرص عجيبة هو يا جماعة الشاحات أجرى من براح أنا مخدتش بالي أو يمكن كنت متفرج على ماتش تاني مش عارف قالك تشعر قالك اسلوب لا يعبر أبدا عن كونه لعب محترف لديه عقد يتقادع عليه ملايين مقابل وظيفة يكون بها ويحقق من خلالها أهداف فريق في كل مرة سيكون بنفس التهويش وسيتمحى بتهويشة تانية وتالت ولم يجد لعب رابع لهويشه سيكون بتهويش نفسه ده استهزاء ده استهزاء باللعب وإذا لم يجد نفسه فإنه سيحاول مراوقة الجمهور أمام الشاشة لا ده مش نقض يا جماعة ده مش نقض ده كراهية ده ممكن يكون مساح سيشحات بحاول أتواصل مع ما بيردش عليها فأنا لأ أنا حصطت بحسين الشحات في أي حاجة تمام بقول ممكن بذكرنا حسين الشحات دائما بأنفسنا وإحنا بنحجز خماسي الجميع يريد أن يحصل على لقطة بتهويشة أو مراوقة لا يهم ما سيحدث بعدها ولا قبلها الأهم أن صاحبها سيبقى يزل ضحياته بها سياسة جماعة الكلام ده مش نقض خالص ده استهداف للعب بعينه سواب أنت مختلف أو متفق على قدرات حسين الشحات ده شك وحطها على جنب ما فيش أي مشكلة خالص فيش حد كامل ما فيش حد فوق النجد وما فيش حد الناس كلها بتتطفق عليه لكن لما يكون ده اسلوب النجد فده قمر غير مقبول فخلوا بالكم خلوا بالكم يا جماعة لأن ده لو إحنا نجرينا كجمهور للأهل ورى الحاجات اللي زي دي يبقى إحنا بنوقع نفسنا بنفسنا لازم أنتوا تبقوا حقاة الصد الأول قبل أي حد وانا رسالتين الجمهور النادي الأهل خلينا نروح للفاصل بعد الفاصل نكمل حضراتكم مرة تانية النهاردة كان فيه اجتماع لجنة التنفيذية لالتحاد الأفريقي لقرة القدم وكان فيه قرارات نتجة عن هذا الاجتماع أبرز هذه القرارات هي قرارات غاية الأهمية في الحقيقة ورقب واحد اللي كان بيطالب بيد نادي الأهل عودة نهائي كأس دوري أبطال الأفريقية والكونفيدرالية بين نظام الزهاب والعودة وده كان أمر لابد منه بصراحة لأن في أفريقيا هنا الظروف تختلف عن أوروبا يعني فيما يتعلق بالسفر وفيما يتعلق بعوامل كتير قوي قوي بتصعب من القصة دي وشفنا اللي حصل فيه نهائي دوري أبطال أفريقيا السينيدي تاني حاجة من ضمن أبرز القرارات اعتماد دوري السوبر الأفريقيا في أغسطس عشرين تاتة وعشرين والفائز يحصل على عشرة ملايين دولار هو هنا السؤال دوري السوبر الأفريقيا ده حيبقى بديل لدوري أبطال أفريقيا ولا ده حيبقى بطولة ودوري أبطال أفريقيا بطولة بالنسبة لي ما فيش توضيح في الجزئية دي يعني ما وصليش أي توضيح في الجانب ده تحديدا لكن أنا مش بسك أوي في التحاد الأفريقيا بشكل عام تالت حاجة قامت كأس أم أفريقيا قادمة في يناير وفبراير عشرين وربعة عشرين بدل من يونيو عشرين تاتة وعشرين في كودفوري يعني تأجلت حوالي ست سبعة شهور يعني ماشي دي أبرز القرارات الخاصة باجتماع اللجنة التنفيذية الكافة النهاردة خلينا نروح لزاملنا العزيز محمد توفيق مجرس القناة الأهلي من مقر نادي بالجزيرة عشان نتطمن خلاله على الاستعدادات الأولى والأخيرة في وجهة نظري لهم مباراة الجونة يعني في بطولة الدور يا توفيق أهلا بيك السلام الخير أمير تحياتي ليك ولكل مشاهدة متابعة تريند في كل مكان أهلا بيك يا توفيق طمين على استعدادات الأهلي لمباراة الجونة الهمة جدا خصوصا في ذل هذه المرحلة المليئة بضغط المباريات وبعد الفوز كمان على بترجد بالأمس زي ما أنت بتقول بالطبع أمير يعني ضغط المباراة بشكل كبير جدا مبارح بتنتهى على طول من مباراة في كاس مصر القديم الحمد لله بنفوز وبنسعد للمباراة النهية إن شاء الله أمام الزماني 21 يوليو الجاري على طول ما فيش وقت بتخش على طول في دوامة الدور العام على طول مجددا لإستعداد مباراة الجونة المؤجلة من الجولة التسعة للدور المسلم الممتاز إن شاء الله المقرر لها بعد غدن السلساء في التسعة مساء على استعداد خالد بشارة بالجونة يمكن على طول الجهاز الفني ما فيش وقت تدخل على طول في التدريبات يمكن التدريب النهاردة بدأ بمحاضرة فيديو للجهاز الفني يتكلم فيه عن أهم نقاط القوة والضعف الفريق الجونة طبعا من خلال المساعدين اللي بيهتموا بيه الجانب التطوير الأداء أو الجانب التقني فيه إعداد اللاعبين للمباراة المقبلة تمت المحاضرة الفيديو من بعدها نزل الفريق على طول لأرض الملعب يمكن المرام بدأ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة خاصة في زال لغة المباراة يمكن الجهاز الفني مش عاوز يحمل على لعبين كتير في الجانب البدني ومن بعدها على طول يمكن الجهاز الفني فضل دخول اللاعبين في تأسيم يعني أعز أقولك أن معظم اللاعبين مشاركين النهاردة بشكل قوي في المرام يمكن بس الجهاز الفني أعف حسين الشحات وياسر إبراهيم وعمر السلية هيتم بس يعني هيخضع لبعض التنمينات الاستشفائية سواء في الجم أو في أرض الملعب طبعا علشان حالة الإجهاد الكبيرة اللي بيعاني منها الفريق بشكل عام أحمد عبدالقادر كمان إن شاء الله يعني بالكلام مع دكتور رحمد أبو عبلا طمنا بشكل كبير جدا أن إن شاء الله خلال أيام قليلة هيكون في المران الجماعي إن شاء الله للفريق عزو الله كمان يا أمير يعني برنامج إعداد الفريق بقى المباراة الجونة بإذن الله إن شاء الله يبقى المران غدا في الحادات عشر صباحا هنا في ملعب مختار التتشي بالجزيرة ومن بعدها إن شاء الله يعني عصر الغد بإذن الله هيتسافر فريق النادي الأهلي يعني على متن طائرة إلى مدينة الجونة إن شاء الله استعدادنا لخوض المباراة بعد غد السلساء بإذن الله طيب عايزي أسألك على ياسر إبراهيم تحديدا دي تفاصيل أكتر عنه لأنه هو مبرح خرج مصاب بأعتقد شد في العضلة الأمامية حجم الإصابة إيه ومدة الغياب ممكن تكون أديه يعني اتكلمت بالفعل مع دكتور أحمد أبو عبلا قال لي أنه هو بس النهاردة فضل أنه هو يقطع لبعض التأميرات الاستشفائية وبعد المران إن شاء الله هيكون فيه اختبار ليسر إبراهيم لتحديد مدى الإصابة هل هيكون جاهز لخوض المباراة المقبلة أمام الجونة أم لا يعني ده هيتسا هيبان إن شاء الله بعد المران اليوم ولكن ما أجزمش سواء ياسر هيكون موجود بإذن الله في تمرين الغد ومن بعده المباراة ولا هيغيب عن المباراة المقبلة زي ما قلت لك هو وحسين وكمان عمر السلية يعني فضل الجهاز الفن النهاردة أنهم يخدوا التأميرات الاستشفائية فقط في أرض الملعب وكمان في الجيم وما يخدوش التأميرات الجماعية مع باقي الفريق لكن باقي الفريق أنا عاوزة أحطمنك على اللعبين بشكل عام حالة الفريق أكثر من جيدة يمكن روح كبيرة جدا في المران النهاردة خاصة في التأسيمة اللي هتبتدي بعض قليل في المران يعني فيه اهتمام كبير جدا من لعبين كل لعبين حرسين على أنهم يخشوا في التشكيل الأسية ويعني يحوزوا زي ما بقول سقط الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي وطبعا زي ما انت عارش يعني مباريات كتير جدا مهمة الفترة الجاية فكل الفريق بإذن الله كل جهز لها أمير بإذن الله بإذن الله يا توفيق أنا بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي كان معنا من مقر النادي بالجزيرة وطمئنا على السعادة الفريق لمباريسة الجنة هروح لفصل سريع بعدين كامل يلا أهلا بحركم مرة تانية خلييني سريعا أخذ خبر يتعلق بالأهلي ونعلق عليهم خلال حساب يلا كورة الرسمي على تويتر وبيقولوا مصدر قال لهم الأهلي يحذر لعبيه من التدريبات الخارجية دون علم الجهاز الفني التحذير ده بالمناسبة ما كانش يعني مجرد من الجهاز الفني الجديد ليه جي لا ده بمجرد رحيل موسماني أنا بشوف النقطة دي غاية في الأهمية لأن في وحدات تدريبية تبقوا مخصصة بشكل معين ما ينفعش أن يبقى فيه إضافات عليها خارج النادي فلازم حيكون فيه التزام بجانب مهم زي ده خلينا كمان نتكلم على سؤال يطلب من الأهلي تأجيل حسم عودة المعارضة ونصفقات الجديدة ده أمر بديه جدا والراجل لسه جاي وواحدة وواحدة الأمور ستبقى كويسة جماعة ما تقلقوش إطلاقا ده فيما تعلق بالأهلي خلينا ناخد خبر عالمي لأنه خبر مهم وبرضه من حساب يلا كورة محمود حسن تريزيجيه قبل اندمامه النادي ترابزون يلتقي برئيس النادي أحمد أغلو وخلاص تريزيجيه بشكل رسمي لاعب جديد في بطل الدوري التركي الموسم الماضي هو فريق ترابزون التركي ووصل النهاردة الظهر رغم أن أنا كنت شايفين تريزيجيه استحق أنه ده موجود في مكان أحسن من كده بكتير كنت بشوفين الإجنت بتاعه لازم يشتغل بشكل أكبر من كده لكن تريزيجيه ده قراره نعتمنى له يا رب كل التوفيق طيب أخذ تفاعل حضراتكم سريعا قبل مختم الحلقة على سؤال حلقة النهاردة هو بخصوص أداء الأهل المبارح حمادة قال إيه؟ قال مساء الخير عليك يا أمير ومساء الفل عليك يا حمادة وعلى كل أسر برنامج التريند أهلا بك أداء مقنع جدا في ظل ضغط المباريات وإن شاء الله القادمنا أفضل نكلم في نقطة مهمة الراجل وضعه هو قالك يا ريت إعلام الأهل وكل المسؤولين على السوشيال ميديا للأهل يقفوا ويسندوا سوارش عشان الهجوم اللي بيحصل عليه ما يقصرش على المدير الفني واللعيبة والأهل فوق الجميع ده أمر مفروغ منه ومطلوب جدا جدا وواضح أن الناس يعني مدرك ووعية بشكل كبير بأهمية بأهمية مساندة المدير الفني وحمايته ودعمه لأن أنت داخل على مرحلة مهمة جدا وده دور جمهوري نادي الأهلي زي ما تكلمنا في أول الحلقة كان نفسي أخد عدد أكبر من التفاعل بتاع حضرتكم لكن للأسف وقت الحلقة بينتهي لكن إن شاء الله بإذن الله بكرة حيكون عندنا حلقة جديدة حنتكلم فيها في مختلف الاستعدادات التي تتعلق بالأهل أو آخر الاستعدادات الخاصة بموراة الجنة إن شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق من النادي الأهلي دي كانت حلقتنا النهاردة ليس لدانيا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج استنوني سلام